النسيج الظهار البسيط ليش شنو لسه ما بسيط ليش يتألف من صف واحد من الخلايا وشنو تستند على غشاء قاعدي فصنفت حسب شكل الخلايا اللي شكلها حرشو فيه يكون شكلها مضلع ومسطح فشوفو هي متألفة من كم ضلع ستة وخمسة أضلع يعني شكلها تبدو مضلعة فكيف كنت ترسمون خمسة أو ستة شوفها الضلع ثاني ثالث هما ترسمونها سداسي أو خماسي ننزل خط هنا ونفس الشي نهم خط للأسفل هنا نفس الشي خط للأسفل والنواة مسطحة مركزية الموقع هذه ماخرينها من يعني من الوسط بسوين القطع وانا بنوصلها ونسوي مثل قوس كل الأنسجة الظهارية أو الطلائية البسيطة تستند على غشاء قاعدي نكمل رسم هذه الخلية حتى نثبت أنها متألفة من طبقة واحدة نرسم هنا جوا تستند على الغشاء قاعدي نرسم هنا الغشاء قاعدي موجود جواها أسفلها نسيج ضام فنحط خطة هنا جوا ونكتب نسيج ضام النسيج ضام نحط خطوط هوايا تراكيل موجود هذا النسيج بالأوعية دموية فراسمين وعاء دموية نحط قاوس ومقابلها مقاوس وعاء دموية ونحط بداخل دوائر ونحط هنا خط وهنا خط فأخذوا مقطع من هاي الجهة هما هذا النسيج طلائي حرش فيه بسيط يبطن الأوعية الدموية والحرش فيه البسيط موجود هذا الحواصلات الرئوية يبطنها وجسيمات مال بيجي شوف هنا هاي الأوعية الدموية موجودة هنا هنا بداخل وعاء الدموي تبادل 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 المواد بالانتشار والترشيح يجي لها من النسيج الضام المواد الغذائية فكاتب لكم مظائف الانتشار والترشيح النسيج المكعبي بعد سهل رسمة النسيج المكعبي خلايا المكعب كلها عبارة عن مربعات منها مربع فنرسم غشاء قاعدي وفوقها مربعات بطبقة مفردة وحدة لان نسيج شن هو بسيط طبقة واحدة فعبارة عن خلايا مربعة لان هي مكعب مكعب كلها مربعات ونواة شن تكون كروية مركزية هذا موجود نرسم الكلية وين موجود بطانة النبيبات الكلية هذا النبيب وهذا النبيب فموجود في بطانة نبيبات الكلية وبعض الغدد اللي عادية اخذوا القطع منها فهذا القطع اكيد به نبيبات عبارة عن انبوب فكلها تحطون شكل مربع يستند على غشاء قاعدي النواة نحطها مدورة كروية مركزية الموقع وين موجود بالنبيبات الكلية وبعض الغدد اللي عادية شنو وظائفه الافراز والامتصاص لان هاي النبيبات تفرز اوقات يجي هنا تفرز اشياء ما يريدها او تسحب فوظيفته الافراز والامتصاص اما النسيج الظهاري او الطلاقي العمودي البسيط خلايا مستطيلة ونحط النواة شكلها بعض خلايا شكل اعمدة وتظهر مستطيلة نواة نحطها بيضوية قريبة من القاعدة ونحط هنا هنا راسمينا موجود بطانة الامعاء نوع مهدب فنحط الخلية المستطيلة غير مهدب بعض انواع وهنانا اللي مطيكم مثال عليها بطانة الامعاء اللي هي من الزغابات وهذا كلها هداب اذا نرسم اهداب وهذه الخلية مستطيلة والنواة وغشاء القاعدة كلها تسند على الغشاء القاعدة وجواك ونسيج غام سهل هذا وموجود بالزغابات بالامعاء اذا افراز امتصاص ومن اسم نسيج ظهاري او طلائي معنى اي يغطي او يبطن الاحشاء الداخلية مثل الصبغ البيت نصبغه خارج البيت وداخل الغرف هذا نسيج طلائي بطن الجسم بطن القلب وكل انسجة بطن بانسجة طلائية ما علينا نوعش كلها وهذه فمن اسمه هنا وظيفة الحماية اكيد الطلاء نصبغ مثلا الحديد نصبغ هذا يحميه من اي ضواهر نحس عندنا النسيج الظهاري العمودي المطبق الكاذب اول ما نسم خلايا عمودية هذا النسيج الظهاري العمودي وكاذب العمودي الكاذب نفسا رسمي نحط هنا خلايا صغيرة خلايا هنا صغيرة هنا صغيرة فهذا يصير نسيج طلائي عمودي مطبق كاذب نفس الخلايا العمودية وهو نشط مطبقي لان متألف من خلية واحدة تستند على الغشاء القاعدي واحدة طويلة واحدة قصيرة واحدة اصغر فيبين الانوية من بعيد او مثلا ياخذ مقطع عبادهم هو طبقي يوحي بان هذا النسيج مكون من عدة طبقات لان الانوية تقع في مستويات مختلفة مما يوحي بان هذا النسيج مكون على الطبقات لكن كله تستند على الغشاء قاعدي والسطح الحر شن يكون الخلايا اللي هي هي هاي الخلايا عمودية اكبرها يوجد هذا النسيج بالرغامي فنرسم الرغامي وناخذه مقطع من عنده هذا هذا الرغامي نرسم هنا هاي رأي او رأي ثاني اذا هاي الرأي فهذا الجهة الايسر وهي الفصل الايمن فاخذه وين موجود هذا المهدب؟ موجود بالرغامي وفي بطانة القنوات الكبيرة كالغدد اللعابية شن وظيفة الحماية اي انسيج طلها اي حماية وهذا وين بالغدد اللعابية او حتى القنوات الرغامية يفرز هم مواد مقاطية فوظيفة الحماية والافراز اشتركوا في القناة